بقى الأوميكرون ده ابن لزينة مزهل زي ما احنا قرينا أو تابعنا أو قدر الإمكان حاولنا كلنا كل الناس أكيد بتتابع المسألة بتاعة الأوميكرون ده على قدرته السريعة الفضيعة المريعة بالمناسبة على الانتشار الميكرون ده انتشر انتشار في العالم انتشار النار في الهشيم يعني وبعدين يعني على حسب ما لوحب يقرأ والله أعلم برضو يعني يفتنى في ذلك الأطباء والعلماء هو أعراضه قريبة جدا من أعراض البرد ومدته قصيرة يعني يقعد ايه أربع تيام وخمس تيام وحاجات من هذا القبيل طيب يجي يقولك هل اللقاحات اللي هي معروفة في العالم هل تستطيع الوقوف أمام الأوميكرون ولا لأ ده سؤال يعني احنا في عندنا لقاحات عندنا لقاحات الصيني وعندنا لقاحات المصري وعندنا لقاحات أمريكاني وعندنا لقاحات انجليزي وعندنا لقاحات روسي إلاخي إلاخي أظن فيه ستة أو سبع لقاحات يعني السؤال بقى هل هذه اللقاحات تعرف تواجه الأوميكرون ولا ما تعرفش ولا هي بس الحد ما يحصل لحد دلتا ده اللي هو التحور الرابع اللي حصل وبعد كده أوميكرون لي تركيبة مختلفة هتلاقي أنه أسترازانيكا بيشتغلوا أو نجحوا يعني ما نقدرش نجزم قوي بتطوير اللقاح بتاعهم اللي هو لقاح أسترازانيكا الشهير بجرعة معززة هذه الجرعة بقى بتاعة الأوميكرون تقف قدامه تسد السكة بالتأكيد بالتأكيد برضو بالlearning curve أو بمنحنى المعارفة بتاعنا جميعا بيش حاجة 100% حتى هذه اللحظة تقدر تقف قدام الايه قدام الأوميكرون هل تحول دون الإصابة بالأوميكرون بنسبة 100% مفيش حاجة بالمناسبة تحول دون الإصابة باقي الموضوع بتاع كورونا بمتحوراته بحركاته 100% مفيش حاجة 100% لحد اللحظة اللي احنا فيها ده ماشي ف يمكن هنتكلم شوية على مسألة المتحور أوميكرون وهالأسترازانيكا عارفه طواره جرعة تعرف تقف قدام الأوميكرون لا بس قدام شوية لكن خلوني أتكلم معاكم في حاجة لطيفة جدا بقى ترجمة نانسي قنقر